السياسة اللي وقعدنا بشكل بانوراما كده على مرحلة الاستنزاف لكن خلينا اخدها بقى ايه بالمراحل اللي عدت بيها لو ابتدينا من اول معركة ابتدوا بيها على طول راس العش مرورا بقى بالمعارك اللي كان الهدف منها اعادة الثقة للجيش المصري سواء بقى معركة المدفعية اللي عملتها رمانة وبالوزة بعدها العمليات اللي قامت بيها المخابرات المصرية بالتنسيق مع وزارة الدفاع في ذلك الوقت او الجيش المصري يعني حصل كتير من العمليات مرورا بقى طبعا بايلات سواء الحفار او العملية كنتين كلهم ازاي كل ده حصل في وقت الجنود تعبانة وثقاتها في نفسها مش احسن حاجة والشعب نفسيته ما كانش مزبوطة وما كانش حاسس انه وحيح انا عاوز اقول ان في حرب اكتوبر كان البطل هو الشعب المصري لانه وقف وراء قواته المسلحة قدر انه يتحمل ان الاقتصاد مدى ما يكون اقتصاد بقى اقتصاد للتأمين العسكري والامداد بالمعدات اللي موجودة وبالتالي كانت هناك بعد اسبوع واحد من حرب اكتوبر من حرب 67 كانت هناك معركة رأس العش والتي اثبتت مدى جاهزية المقاتل المصري وشجعته وقواته وان ما حدث ده كان احنا ما دخلناش حرب ده هو يدوب اتدمر الطيران المصري في هذا اليوم وعلشان كده بيقوله حرب 6 ساعات لكن بدأ التخطيط الجيد في عملية ما تسمى به تدمير المدمرة الالات زي ان قطع بحرية لانش سواريخ يدمر قطع بحرية غيرت في المفاهيم العسكرية اللي موجودة ايضا معركة الذكاء المصري والخداع كان لها دور كبير ايضا في تحقيق نصر اكتوبر ايه معركة الذكاء كان هناك ما يسمى بالقوة الذكية مصر استفادت من قوتها الذكية اللي هي عبارة عن قوتها النعمة والقوة الصلبة القوة العسكرية اللي اتنين اجتمعوا مع بعض ودنا القوة الذكية تمثلت في ايه التخطيط والاعداد الجيد للحرب ثم الاستفادة بالافكار والعصف الذهني والاستماع للمرؤوسين وعشان كده طلعت في هذا الذكاء حاجات اختراعات بسيطة جدا ازاي ان ساتر ترابي ارتفاعه اتنين وعشرين متر يتم فتح ثغرات فيه من خلال ما يسمى بمضخات المياه واللي قال الفكرة دي هو كان مقدم في ذلك التوقيت باقي ذكي يوسف في ذلك التوقيت يعني ظابط صغير ازاي ان القيادة العسكرية تستمع ليه وده بتدينا رسالة لكل مؤسسات الدولة مش القوات المسلحة بس نستمع ليه العاملين اللي موجودين والموظفين اللي موجودين حيقولوا افكار جيدة جدا ايضا كان من الذكاء المصري ايضا في مجال الحرب الكيميائية ان هم اخترعوا مادة جديدة ضد الحريق لان اسرائيل في اطار الحرب النفسية كانت بتقول ان هي هتشعل قناة السويس نار النار دي درجة حرارة عالية تصل الى 700 درجة مقوية وارتفاع لها بخامسة متر وكانوا هم بيقوموا مثل تلك التجربة في الميكروفونات من الشاطئ الشرق يقول يا مصريين هنحرائكوا في النار دي دي في فترة ايه في فترة الاستنزاف علشان يأس واحباط وتقول يعني مفيش فايدة لكن لا الجيش المصري لا يعرف المستحيل وازاي ان الحرب الكيميائية التي اشرف بانني رئيس اركان الحرب الكيميائية الاصبك اخترعت مادة المادة دي تم معالجة افرولات الجنود بها قبل الحرب بحيث لو جات عليها نار ما تحرقش والقوارب المطاطية في موجات العبور الاولى ده مطاط يعني اي نار هتحرقه يتم تغطية هذه المادة ده كانت يعني خطة من الخطط التي تم اتباعها لتلافي الحرب النفسية الممثلة في المانع الحارق كان هناك رأي اخر يتم تدمير الخزانات اللي فيها النبال مده هي عبارة عن خزانات متصلة زي الايد كده متصلة بمواسير هذه المواسير بتدفع على سطح قناة السويس يتم اشعالها تطلع نار يقولوا بقى يقولوا مصريين مش هتحدوا هتتحرقوا في النار دي كل ده تقوية لصورة المصريين قدام العالم واضعاف للصورة الزهنية اللي كانت بيحاول العدو في الوات ده بس اسمحي لي ان نعاوز بس اقول حاجة صغيرة في هذه النقطة اللي هو المانع الحارق اللي بيدل على الحرب النفسية التي ما ذالت الحرب النفسية ضد مصر برضو عندنا شائعات كثيرة وحرب نفسية في كل التوقتات لكن في حرب اكتوبر ان تم التغلب عن هذا المانع الحارق بان احنا في الليلة السابقة للهجوم السعقة البحرية بتقوم بسباحة قناة السويس تحت المية عشان ما يتشافوش بالليل ويتموا بسد كل هذه الفتحات ايه الفتحات دي بقى كان فتحة اللي حتطلع اللهب على طول المواجهة تلت تلاف وتلتمية تلاتة وتلاتين فتحة مصورة ستة بوصة كان حيطلع منها اللهب ازاي كلها تتسد مادة شديدة في الصلابة لا تتأثر ولا تتحلل بالمياه ويجي الصبح العدل الاسرائيلي كان كل يوم الصبح يشغل ويفحص هذه التجهيزات ما عاد يوم ستة اكتوبر بدل الساعة سبعة الصبح كان الساعة حداشر لانه كان يوم سبت ويوم عيد الغفران يعني بيريحوا شوية في هذا اليوم زي يوم الجمعة كده عندنا فبالتالي يجوم يشغلوا هذه التجهيزات لم تعمل استدعوا الصيانة من تل قبيب عندما اتت كانت الحرب اللي هي حرب اكتوبر المجيدة اللي انا بقول عليها سمفونية سمفونية لانها كانت معركة تسمى معركة الاسلحة المشتركة الحديثة ازاي ضرب الطيران بقوة 200 طائرة في وقت واحد ازاي تمهيد نيراني مدفعية تضرب في 53 دقيقة عدد 3000 طن باجمال 121 الف دانا في 53 دقيقة بمعدل 10500 قذيفة في الدقيقة الوحدة و 175 قذيفة في الثانية الوحدة